السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي في سنة الثانية ومتوسط ولا حتى أولياء تلاميذ لم يشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذ يسمين ويلا أبنائي وبناتي نشوفوا ان شاء الله اليوم اختبار اللغة الإنجليزية للفصل الثاني طبعا نزم نكونوا مراجعين دروسنا ويلا نشوفوا هذا النموذج باش ان شاء الله نتحصلوا على علامات جيدة في الاختبار هذا الفصل إذن يلا كالعادة نقرأوا باللغة الإنجليزية نترجموا إلى لغتي العربية ونبدأ والتصحيح في الأخير إذن ذا التكستعي النص يقول أيمن is feeling very sick معنى أيمن يشعر بأنه مريض ما هو شملح He is at the hospital to see the doctor معنى راهو في المستشفى باش يزور الطبيب يلا هنا راهو عندي conversation between أيمن and the doctor معنى عندي حوار بين أيمن والطبيب اللي شخصه يلا أيمن good morning doctor معنى صباح الخير doctor I'm ayman I'm 12 years old معنى أنا أيمن ولا اسمي أيمن وعمري 12 سنة The doctor وش يقوله hi my little kid أهلا ولا مرحبا ابني صغير take a sit معنى أقعد please take a sit please what seems to be the trouble معنى من ماذا تشكوا ولا ما هو الخطب ولا ما المشكلة إذن هو شوي يقوله I feel terrible my body aches I have a severe headache I sneeze and cough a lot معنى قالوا شوف عندي آلامة أنا نحس بالجسم التاعي يؤلم عندي عطس نسعل أني حس بالصدع إلى غري ذلك معنى أعطاله المشكلة تعه The doctor قال let's have a check up معنى أروح نكشف عليك I see أنا أرى You have a sore throat and your temperature is very high too You have a fever It looks like you have a flu Do you have any allergies معنى أعطاله وقالوا بلي أني شوف بلي عندك الحرارة تاعك مرتفعة عندك حمى إلى غري ذلك إذن قالوا السؤال لي سيق سهلوا لهنا قالوا هل عندك الألغجي؟ معنى عندك حساسية من كاش حاجة؟ إذن يرد عليه يقولوا I don't think so إذن مش كيش أني عندي حساسية من كاش حاجة The doctor يقولوا OK I'm going to prescribe نوصف لك بعض الأدوية Please take this pills twice a day معنى أخذ هذا الدواء مرتين في اليوم Use the throat spray معنى أخذها كذلك Once in the morning معنى أخذها مرة في الصباح And once before bed وخذها كذلك مرة قبل ما تروح إلى النوم قبل ما تروح إلى سرير تاعك You have to rest well لازم تريح مليح Take some hot inventions too You should feel better in a few days معنى أخذها؟ قالوا لازم تأخذ الراحة إلى غري ذلك الأدوية اللي وصفتها لك وترتاح إذن كما قلنا راح تحسروا حك في القليل أيام المقبلة تحسروا حك مليح إذن قالوا أيمن Great thank you doctor معنى أخذها مدهل شكرا أيها الطبيب إذن هذا بالنسبة إلى النص التعالي اللي لازمتوا ما أبنائي تقرأ وهو مرتين إلى ثلاث مرت باش نفهمه مليح وش راهو يتحدث إذن يلا نبدأ part 1 اللي راح يسقصيني على reading comprehension معنى أسئلة النص قال لي A I read the text and I choose the appropriate title معنى أخطار العنوان اللي نشوفه مناسب A At the supermarket هل صحيح أو في السوبرماركت شي At the hospital ولا at school يلا نشوفه ورهو هذا أيمن B I read the text and I answer the following questions معنى نعاود نقرأ النص ونجاوب على الأسئلة تعلي What does أيمن suffer from من ماذا يعاني أيمن حنج بدها من نص What are symptoms of أيمن's illness معنى ما هي كما احنا نقوله الأعراض تعيمن أو يقول لي mention form معنى أتكر لي أربع أعراض يعاني منها أيمن Does he have any allergies معنى هل عنده حساسية نشوفه إذا صحيح أو لا يلا أو يقول لي I see I read the text again Then I say if these sentences are true or false معنى نعاود نقرأ ونقول إذا صحيح أو خطأ يلا عندي أيمن suffers from a toothache معنى عنده ألم الأسنان The doctor prescribes some medications to أيمن معنى هل صحيح وصف له بعض الأدوية D أي عندي يقول لي I match each word with its meaning معنى هل عندها نشوف كل كلمة نربطها مع المعنى تحها sick, flu, age وعندي favor عندي high temperature pain, ill, cold إذن كل واحدة نشوفه شنو معنى Part 2 لا task 2 Mr. Off Language هنا عندي وش قريد في المدرسة في الفصل هذا A I feel in the gaps with should or shouldn't معنى هل نكمل الفرق should يجب shouldn't لا يجب أيمن وش نقول should or shouldn't drink cold water معنى هل يجب عليه شرب الماء البارد أو لا يجب عليه شرب الماء البارد he كيف كيف يجب أو لا يجب take a rest and some hot inventions معنى هل لازم عليه ياخد راحة وياخد كم احنا نقوله هذو كل السخونين حاجة سخونة اللي بعده يقول لي B I transform the sentences into the imperative tense معنى اللي هنا ويقول لي نحول إلى الأمر عندي 1, 2, 3 أي نقرهم I eat homemade meals eat healthier معنى اللي هنا أنا أتناول المكناة على الدار مفهوم إنها صحية أكثر يلا هذه الأولى He doesn't drink soda as lot معنى هل ما هوش يتناول كثير من المشروبات الغازية I should walk at least 30 minutes a day معنى هل هنا ويقول لي بلي نمشي على الأقل 30 دقيقة في النهار بالنسبة إلى الجدول هاته أبنائي طبعا نحن نشوفه The pronunciation في كل مرحلة نشوفه شا نقرب بالنسبة لهذه C-H أوكي و S-H أوكي إذن هنا عندي headache should check sugar أوكي أما بالنسبة الوضعية الإدماجية أبنائي طبعا حيسقسوني كيف كيف يقول لي You feel terribly sick today and you decide to go from check up to the hospital معنى هل ما كش تحصل روح كم ليح وحبيت أنك تروح للمستشفى للكاش دكتور باش يشوفه وش عندك Write the conversation between you and the doctor معنى هل أطيني كيف كيف حوار بينك وبين الدكتور هذك اللي اكشفه عنديك طبعا ونشوفه وش نقوله good morning hi إلى غير ذلك وش عندك the matter معنى هل وش عندك كخطب أنا نقوله لهنا وش عندي كأمراض ولا endless معنى هل الخطب بتاعي معنى هل وش عندي حاجة توجع فيها وهو يقول لي في الأخير use should or shouldn't مفهوم يجب أو لا يجب مفهوم أبنائي إذن يلا نبدأوا بتصحيح التانا مع بعض أبنائي بالنسبة إلى العنوان طبعا مادم هو وره قال لي he is at the hospital معنى هل رح نقول at the hospital معنى هل في المستشفى وطبعا أنا هل روح على حاجة تاع المستشفى يلا قال لي أجب على الأسئلة تانا والأسئلة أبنائي كي نجاوبوا عليها لازم تكون الجواب كاملا مش نكتب yes no إلى غير ذلك ونخليها كذا what does a man suffer from من ماذا يعاني أي منها يا أبنائي أي من suffers from the flu معنى هل يعاني من برد معنى هل الخطب بتاعه وهذا هو مفهوم إذن يلا أو يقول لي أعطيني بل الأعراض التاعول هنا قول لي أربعة إذن يلا he has body aches a saver headache عنده and coughs a lot معنى هل يسعى البزاف and has a fever معنى هل عنده الحمى يسعى البزاف الجسم التاعه يوجعه وعنده كذلك صداح في الرأس هذي من ينجبتها مش يمن رأسي هو اللي هنا أي من يبدأ يقول وش عنده آلم إذن هذو هما الخطب التاعول الحاجات اللي يراه يحس بيهم does he have any allergies معنى تشوفوا اللي هنا قالوا عندك لاليغجي قالوا اللي هنا I don't think so معنى تلا أعتقد ذلك معنى تلا لا لا no he doesn't معنى هو لا يملك ولا ما عندوش لاليغجي يلا قال لي أي من صافر from a toothache معنى ته عنده آلم إذنان لالا عنده headache معنى تقول ناس وضع الرأس قالنا بالنسبة إلى الدكتور عطالوا الدواء المناسب طبعا شو أو قالوا كين واحد عندك لازم تاكلوا صباح وواحد قبل ما ترقود إلى غير ذلك واحد هذيك يعني البومبا صباح إلى غير ذلك يلا نروحوا اللي بدو أبناء sick معنى تها ill معنى تها واحد مريض أوكي flu معنى تها cold معنى تها واحد بلبرد favor هي high high temperature معنى تها الحمى الشديدة ولا عندنا الحرارة مرتفعة age معنى تها pain معنى تها الألم يلا نروحوا بالنسبة should و shouldn't يجب أو لا يجب أي من shouldn't drink cold water معنى تها أي من ما لازمش عليه يشرب الماء البارد والأخرى لا لا he should take rest in some hot infectious معنى تها اللي هنا لازم عليه يتناول الغذاء تعه وطبعا لازم يرتاح اوكي إذن يلا imperative معنى تها أبنائي الأمر يلا نشوف كيفاش نرجحها I eat home made تولي eat home made meals معنى تها تناول الأغذية تعالمنزل it's healthier معنى تها هي صحية أكثر هنا he doesn't drink sodas and at a lot تولي do not drink sodas a lot معنى تها لا تتناول الصودة كثيرا ولا المشروبات الغذية I should walk at last 30 minutes a day تولي walk at last 30 minutes a day معنى تها لازم عليك ولا امشي 30 دقيقة في اليوم على الأقل نروح الpronunciation أبنائي يلا هادي كي نقرأ ش هادي تش وهادي قلناها ك إذن يلا should قلتها أش عادية اوكي لهنا sugar السكر إذن كيف قلتها ش لهنا لاحظو check up check up لك قلت تقبلها check يعني نقول to check يلا هنا headache headache صداع الرأس إذن لهنا ما قلتها هدي ش قلت هدي معنتها قلت هاكا أما بالنسبة الوضعية ادماجية أبنائي نقول دايما كي تتلفلي كي تتلفلي ما نعرفش ندير وضعية ادماجية نطلع للنص التعلي ونشوف مكالا كان نكتب نقول زي ما بللي رحت للهوسبيتل لأنه عندي عني نحص روحي مشي ما نحق بعد لهنا me the doctor me the doctor مفهوم مشي مين با شرط أنه يكون هكا طويل مثلا مرة أنا مرة هو مرة أنا مرة هو بالنسبة هم كامل نقول لكم مليح التلميذ ليقرأ النص يفهموا لأنه يقدر بالنص يجاوب على الأسئلة صحيح وكذلك الوضعية الإدماجية تكون صحيحة ولا هنا أبنائين نفس الشي انتوا مسيو برك تبدلوا مثلا تقولوا I have a favor هذا ما كان عندكم حمى مفهوم مشي شرط أصلا زيتع فيس واحد أخرين وهو يقول لي فالا هاو مثلا الدواء عنده هذا ما كان والوضعية الإدماجية قد ما كانت أبنائي بدون أخطاء مشي الصحي تكون طويلة وإنما بدون أخطاء العلامة تكون طبعا مليحة فيها إذن هذا كان بالنسبة لاختبار الفصل ثاني في اللغة الإنجليزية للسنة الثانية متوسط كالعادة اللي عنده أي سؤال ولا استفساري خليه لي في التعليقات نجاوب إن شاء الله عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم كل عدم بتوفيق إن شاء الله